السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم يا رب دايما بخير وكل عام وانتو بخير وسعادة ايه معنى صلاة الترويح صلاة الترويح في المنام من الرموز المحمودة جدا ولما تشوفها اعرف ان فيه فرحة وان فيه بشرة صارة حتجيلك بإذن الرحمن الفترة اللي جاية طيب لو انا شفت ان انا اتمتها كمان اتمتها اعرف انه اتمام فرحة واتمام امره كنت ابتدى يا ربنا انه هو يقضى وانه هو يتيسر ليك بس بقى مش امر مادي ولا الكلام ده هنا امر خاص بحد السعيد يعني كنت بتمنى ارتباط كنت بتمنى مولود وده حيتيسر الفترة اللي جاية بإذن الرحمن طيب امتى انتبه من صلاة الترويح لو حد جي وخرجني منها يعني حد كده حاول انه يكلمني حد حاول انه يخرجني من الصلاة بأي شكل فده معنى ان حد بيسعى انه يفسد علي فرحة ولو الشخص ده كان معلوم ليك تنتبه وتحذر جدا من ناحيته لانه ده حيفسد عليك فرحة بتنتظره طيب لو حد مقروب حد مقروب ومهموم وشاف نفسه انه هو بيصلي صلاة الترويح هنا معناها ايه هنا معناها انه حيفك عنه كرب عظيم وانه فيه شدة كبيرة هو فيها حتنتهي قريبا قريبا بإذن الرحمن طيب لو انا مش انا اللي بصليها انا شفت شخص تاني هو اللي بيصليها يعني شفت شخص متقدم لي شفت شخص انا عرفا شفت شخص يعني من المقربين شفت انه بيصلي صلاة الترويح هنا معناها ايه هنا لو انا مصليه استخار على شخص وشفت الامر ده انه هو بيصلي الترويح فرؤية بتنبهك ان الشخص ده تقي شخص ده فيه تقوى فيه ورع شخص صالح شخص فيه خير عظيم جدا طيب لو الشخص ده مكروب او الشخص ده في شدة وشفت انه بيصلي صلاة الترويح اعرفي ان الشدة ده قريبا جدا حتزول باذن الرحمن وحيتخلص منها وحينجو فصلاة الترويح من اجمل الرموز اللي ممكن حد يشوفها ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وكل عام انتو بخير وسعادة اشتركوا في القناة